السلام عليكم يا دكتور ما حكم تأخير كفارة يمين الطلاق نظرا لظروف المعيشة الصعبة وضيق الحال هتسمح لي ان انا اجاوب على السؤال ده بتلت اجزاء الجزء الاولاني ما حكم تأخير كفارة يمين الطلاق نظرا لصعوبة المعيشة ان ان شاء الله ربنا يعفو عن هذا لان لا يكلف الله نفسا الا وسعه صحيح ان كفارة الامين دي هتبقى دين عليك لله سبحانه وتعالى فعشان هو ده دين لله سبحانه وتعالى فان شاء الله لا يكون عليك اسم ما دمت لم تقصر في دفع هذا الدين وقضاء هذا الدين الذي اصبح للفقراء وانت هتوزعه بعد كده للمساكين ده اول جزء وده السؤال اللي انت سألت ولزاك بدأت بيه ولكن فيه جزء تاني مهمين جدا 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 جزء التاني المهم جدا اللي هو انت سميت ده يا مين طلاق فانت من نفسك سميته يا مين طلاق مين قالك ان ده يا مين طلاق ما جايز يكون ده طلاق معلق ما جايز ده يكون طلاق فانت لازم ترجع وتستفتي في ده لا تفتي نفسك انا ناس كتير بتعمل الحكاية دي بتعمل حكاية ايه بقى ان هي تفتي نفسها فتقول والله ده يمين طلاق مش طلاق او ده والله طلاق معلق مرة كنت بسمع بسمع مبارح حد بيسأل احد الاسدزة فبيقول له والله يا مولانا ايه حكم الايه ايه حكم اليمين المعلق انا ما بنصحش حد يجي بالطريقة دي يعني انا ما بنصحش ان حد يجي يقول له والله ايه حكم اليمين المعلق اقول له حضرتك لما بتسألني دلوقتي لا تسألني عن عن ايه ما بتسألنيش عن حكم عادي لان انت لو بتسألني عن حكم عادي هتسألني في المسجد هتسألني في الكلية لكن أنت هنا بتسألني عن فتوى فلازم أتأكد فإذا كان هو بيسألني عن حكم مطلق كده هجوبه لكن أنا لازم أتأكد أنه ما بيسألنيش عن فتوى ليه؟ لأن في بعض الأحيان الناس بيسألون عن الفتوى في شكل سؤال فقه ثم يأخذ الحكم وهو وينزله على حاله فيفسد حاله ألا عزب الله ليه بيفسد حاله؟ لأن الفتوى بتتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص يعني الفتوى تنزل على شخص بعينه هذه صنعة هذه مهنة هذه أمانة هذه أمر له أصول فلا يستطيع أن يفعله الإنسان الدليل على ذلك كان سيدنا عبدالله بن عباس مع تلاميزته تلاميزته يعني ايه؟ مشتغلين بالعلم تلاميزته يعني ايه؟ تابعين تلاميزته يعني ايه؟ متصلين بهذا الدين فمرة قال لي واحد جي واحد سأله هل القاتل توبة؟ قال له لا فجي واحد تاني سأله هل القاتل توبة؟ قال له نعم فتلاميزة سيدنا عبدالله بن عباس قالوا له ايه؟ ازاي الكلام ده؟ يبقى هم كانوا عارفين الأصل اللي هيقوله سيدنا عبدالله بن عباس لا لأنه هو اللي كان بيفتي هم متعلمين فقه اه لكن لازم كمان يتعلموا الفتوه ولزاك بيبقى خطر اوى اوى ان الناس تفتي نفسها يعني طريقة غير رشيدة طريقة والعزو بالله فيها توريط للناس ان نوقع الناس ناخد الناس كده ونرميهم في قوله تعالى ولا تقولوا اللي ما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب يعني نعم ناخد الناس كده عشان تتجرأ على الله لا دي صنعة ولما يعرفش ان هي صنعة يسكت ويجي تعلم يعني اللي مش عارف ان الفتوى صنعة يبقى هو قصر في التعليم يعني لو عوى عارف ان الفتوى دي الناس كلها تعملها هو قصر في تعليم الدين حتى ولو كان أستاذ هو قصر في تعلم الدين ليه هو ممكن واحد يجي يقعد يجيبك أقوال كده ويقعد يشوشع عليك بالأقوال بس هو لو راح مثلا لكتب راح مثلا لرسم المفتي لبنى عبدين ولا راح لمقدمة الإمام النووي ولا راح احنا كده كان كان ماذا بثلاث ماذا ولا راح للمعيار المعرب اللي وران شريسي مثلا يروح في الجزء العاشر صباحة 25 طبع المغاربية يبص يلاقي ايه يلاقي بيحكي عن ابن سهل أحد كبار أئمة المالكية ويقول ايه بقى بيقول كنتوا أحفظوا المدونة والمستخرجة حافظ أكبر كتابين الكتاب الأصل العمدة في المذهب والكتاب المبسوط في المذهب طيب فلما جلست مجلس الفتوى ما داريته ما أقول معرفتش أقول ايه ليه بالكفال للشرات ده انت عالم حافظوا يعني بحاثة يعني يتعرف تجيب لنا الأقوال من هنا ومن هنا ومن هنا ده انت بحاثة بحاثة أوي يعني فلما جلست مجلس الفتوى ما داريته ما أقول انا اعمل كده في المسلمين اقول لهم خدوا انتوا قفتوا نفسكم ده الرجل نفسه معرفش طب ليه جايز انت عندك مشكلة جايز انت عندك مشكلة بحسية لا اولا رح اقل كده لان الافتاء صنعة فالافتاء ايه صنعة من جملة الصنائح فما ينفعش ان انا اروح للكتب واقوع اجيب من الكتب الاقوال وانسى ان انا اجيب من الكتب الاصول يبقى كده ولا هزب الله فساد عريض فإن اللي حاصل المسألة بالسهولة وبيسر خالص ان انا لازم ببساطة خالص ارجع واسأل الاهل العلم وبعيد النصيحة تاني لأحبابنا اللي بيتولوا الافتاء على الهوى ارجوكم الليلو الافتاء في مسائل الطلاق على الهوى لان مسائل الطلاق تحتاج الى تحقق انت مش محقق على فكرة انت مش قاضي عشان بس محدش يقولك انت بتمرس سلطة انه لس سلطة احنا بنمارس امانة والامانة تقتضي التحقق مش التحقيق فانت لازم تتحقق من هو قال ايه لما هو اصلا لما عمل المسألة دي مش عارف يعمل حاجة يقولهم انا بيعلمه يعمل ايه يعمل يقرى يقرى النص الشرعي اللي هو ما يعرفش اللغة يعرف يقارن ما بين النصوص الشرعية هو ما بيعرفش التعرض والتعرض والترجيح في اصول الفقه انت عايزه يعمل ايه عايزه يضيع نفسه كونك انت ما بتعرفش تفتي قرر ان انت ما تفتيش لكن اوعى اوعى ان تترك امانتك بان تتعلم بان تلقي امانتك على الناس مش كل حد تخرج من الجامعة ولا حصل على درجات علمية قادر على الافتاء لازم يروح يتعلم تعليم اضافي وتدريب اضافي الافتاء فيه معارف اضافية والافتاء فيه مهارات حزمة مهارات انا بقولك مئة وعشرين مهارة بدرب علي المفتين وفيها قيم اضافية في قيم خاصة بالافتاء فعشان كده بنقول لحضرتك بلاش ان انت تفتي نفسك ايه وعا تعمل كده يبقى انت محتاج ان انت تسأل ايه تسأل مفتي الحاجة التالتة والاخيرة ارجوك ان انت تقلع عن استخدام الفاظ الطلاق اذا اقول لكم حاجة استخدام الفاظ الطلاق في غير ما شرعت لا اثم ليه لان رسول الله ليس لأحد ان يروع مسلم التخويف والتهديد بالطلاق حرام فمن تستخدموش الفاظ الطلاق وفي ناس كتيرة جدا 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 من حاجات اللي بترفع نسب الطلاق والاستخدام غير الرشيد لألفاظ الطلاق طيب السؤال اللي بعدك تريد انا اقولت لك ثلاث حاجات انت لازم انت لو اخرت ده لغاية هو دين عليك هتسدده اول ما يجيلك فلوس تسدده وده ينلقى حق بانه يقضى تاني حاجة ما تفتيش نفسك ونصحت اللي بيفتو في الطلاق لو سمحتم خلوا بالكم ان الطلاق على الهوى مش هو دي احسن حاجة الحاجة التالتة لو سمحت توقف عن استعمال الفاظ الطلاق في غير ما شرعت له الفاظ الطلاق شرعت لانهاء الحياة الزوجية ما تستخدماش لا في التهديد ولا في احسنون شكرا